فموقف الرئيس الامريكي في مواجهة نفوز الحزب الجمهوري ابتدى يتراجع وابتدى يبقى اضعف مش بس كده الرئيس الامريكي نفسه عنده مشكلة ضخمة جدا وهي الحفاظ على سمعيته هو وهي ان الموضوع ده ما يتقلبش لتحقيق جناقي وتبقى فضيح او سكاندي نصر ساعتها هيتطرى الاستقار هتيجي تقول لي والله لا الرئيس الامريكي ممكن يواجه الموضوع ده ممكن يوقف قصاد الكونغرس ده زيلنسكي نفسه راح خضب في الكونغرس بتاعت الرئيس الجمهوري ان هو عاوز يكمل في حرب اوكرانيا وحسن النية او قدرة الرئيس الامريكي على تطبيق كلامه ان هو يفضل ليبعت اسلحة الاوكرانيا هتواجه بمساعدات المفروض الحكومة الامريكية تبعتها لكاليفورنيا كاليفورنيا عندها كارثة خلاص والكارثة دي تستدعي مساعدات حكومية ضخمة جدا ما ينفعش امريكا تدعم اوكرانيا وكاليفورنيا في نفس الوقت مش هيعرف يعمل كده خاصة ان فاتورة اوكرانيا عادت 100 مليار دولار